موسيقى حسيت بالموت يعني ذلك النقطة اللي يطلق القلب ديالي في حل الموت وباللاتي تنستشرو وباللاتي شوية ما سعفوها شي ضغيكة رسعفوها كرا ناضط العيلة وقلت له او بدي هاد البنت هذي واش كتنفس الراسة ولا شي حاجة قال لي انا هاد البنت هذي راه ما كتنفسش ولي دخلت نشوفها ما عندك ما تشوف العيلة معاقة من رجلة من يدة معوجة كاملين المصابة بالشلل دماغها لا يعمل السمع لا يعمل البصر لا يعمل فاقدة لحوسها كاملة قال لي واش اقول لك اللي بنتكم يؤس مننا وصلي ودعيو لا وهاتش اللي عن قول لك أنا قلت لهم ضوان اوروبان ضوان مو نهزوا نعتقواها قال لي واخدها امريكان ما عندها علاج هذا الاسلوب هذا مانقداش نوصف لكم الحب ديالي لهاد البنت هذي ديالي نعم الاخوان صراحة للآمل في سيد أربي ولكن في قلب لي نحس بأنها مشة مشة خشبة خشبة في حد كل محمل واقفت هناك تقلبه وترجعه يعني ما كان قدر لن بدللة تحاجة ورجلة عمينها ودعمينها ها بتصوير انتم ما كانت تشوفوا لذلك الكوزينة وكان جمعة طابلية ديالي اللي كانت تخسلي بيدي القشوع كي عجبتنو تخسلي ديك قشوعه مما نخسط لك أنا من سيبزة وهذا الميل الفادع اللي هو في سيد الوزير فما زال ما شونا منه حتى شي نتيجة إيجابية أنا كنشوف وزير صحة من اللي جا وشف العيلة وطمن عليهم وشف حاله عرفت بأن بنتي ما عنده أمل كرا كان عنده الأمل كرا ما يخليه شي تموله ودقيقة خاص صباح مشان عنده وكيبوسه وكيقول صاف يسلم دابطنو دابطنو أصخان عاتبشي حتى أنا كنقوله زي ما فيها غصخان وكان بغيش نشرح له السلام عليكم أخوتي بغيت نعود لكم على القصة عليها لبنتي سلمة الياسيني كانت تمرض كل شهر كانت نجيب لأنتيبيوتيك عادي كانت تنفخوا للقراجة ومشي ومشيت استشرت مع الطبيب هنا في هذه الحومة كسبت لي وحل ورقان الرنكون يعني المضيق كسبت لي عاوتاني الرونديفو ومشهر تسعد وعشرة وحدة شونا طلع هوادة يعني مع الأطباء التحاليل تخطيط القالب كل شيء مثل الملف ديالا كاملين العيلة بش نزول القراجة كل شيء خرج مزيان كل شيء خرج مزيان ما في هاته شيء حاجة وبيدانيت الدكتورة ديال بلش قراتهم وشافتهم وشافت سلمة يعني شافت كل شيء كسبت لي الموعد للبنس ديالي خلال 24 ساعة يعني مشيتنا عندما دخلوني معه كما تعرف سبيطر عامار والنوبة دخلتني في الجوج صافي دقيقة لما كانت مشينا في حنا الجوج ونص عيطت لي قتلي غدا جيب بنتك بلا فطور بلا شيء مشيت وحالي بدلت العيلة وجيت للمسائل ديالا دخلتنا عندها جينا مع تسعود تسعود قلصنا العاشرة والحضاش عاد دخلتني دخلتني قلصت هنا في ذلك الموطالكة كيف يخرجوا العيال وكيف تسنى يعني العيال ديالا قلت قلصة كانت سنات 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 وصلت الواحدة كنش يجري كنش يجري حتى نظرت فيها الخلعة قلت لي بنتي ما تتصافي مشات قال لي لا عدو باللمس كنش يجري iestما الازوال وقتنا الموت قال لي نحن هدي الخدمات وننخلع ا pus وانا خرجتك الوداء وانا خرجتك الوداء وانا خرجتك Peng Valium ومتلك اللقب وكذلك كانت امتحة موت و كانت تتحضر الحواج لسبردينة و القلب يزدح يجب أن ترعب و كلما كانت تكون هذه الأسفل قلت لأب صح ما فيها والو ما بنتك ما بغت يتفق لي كتت راعد مشبره في يدي كتت راعد كتت راعد خرجتنا عندي آخر قلت لي بنتك ما والو ما بغت يتفق وبقيت وقفة ما شلنا انطحنا الأرض ما ما فهمت والو القرب لي لي وقف لي البسطية ديال السكر بعدما ما فهمتي كونت كل ساعة سكر كل ساعة كل ساعة لأنها عملية سهلة يعني ساعة 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 تكمل يعني يعني نص ساعة يخرجوا لك بيد من تنضم البلج وهي من الحضاشتان ثلاثة ونص عاد ناضوا يعني واستشروا مع المدر ديال تيطوان واشعن جيبوا لك هالطفلة وباللاتي تنستشروا وباللاتي شوية ما سحفوها شي دغية كرا سحفوها كرا ناضد العيلة لأن العيلة تم قتل سكتل القلب يعني هتلأثة ثلاثة دقائق يأخوها وييمكن لا يمكن أن يتلأثة ثلاثة دقائق يطلع لي نزيفنا الرأس والأكسجين ومشاله ومعتقتوها محسون ناعتقها مجردها بالتنفوس طيناعي وجري جري 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 افطنت شي براسي بندم غاكي بكي تلف يعني أتلفت قتل احضر دبعا خرجوها كل دماية وهو وجهة من خلال الدمية من المناخر خلقه من المناخر وتطلع لتكون من حين فقط كان هناك طبيب وطلعه ورم ويحب الانعش كان على الأسجل شخصي قمنا بالدمر من المناخر ويحب الانعش وعندما أخرجتها في هذه الحالة وعندما أعرف قلبها وقصتها وعندما أخرجتها في بولانسيا أصبحت أسبوع في هذه الأنعاش وقالوا لك بنتك فقط أرى وعندما أرى العيلة معاقبة ومعاقبة من يدها ومعوجة كاملين وعندما أخبرتها ومعاقبة من جديد ويقولون أنها كتبت تحكم على الدنيا ومعاقبة من أشتفطان ودعي ولا وصلي وحدي المستشفى محمد السادس فقالوا شعان قل لك إذا قلت لك أنه حسنا لقد قلت لك أنها تقلت لك وقد قلت لك أنها فقط أخرجتها في الأنعاش في الأنع فقالوا شعان قلت لك إذا قلت لك أنها قلت لك كما أرى العلاء معاقبة من الزائل أولا في التفاصيل تترك يوم أمريكا ليس لدينا علاج فأنت أحيانا تتركوا وقف وقفتهم وقفت المنزل أو سيما وقفتهم وقفتهم فأنت أخرجوا إلى الإناشة لأن العائلة لا يوجد أطفال فأنا لم يكن فيها ومدر كان يدخلوا وقفوا أن أخذوا وقفوا لم تنفذوا حالياً دماغ دياله ميت لأن الخلايا عملوها بعد ذلك الأكسجين في الرنكون عيومي بالترويد عيومي يجيبو 15 يوم قال لك ما جابت تنتيجة و قالوا الخلايا الفرص دياله ميتة كاملة ذلك الخلايا البيضاء كان ندرس يعني ما كتشوف ما كتسمع متى شي حاجة العيلة كتغوت بوحدة قال لك بذلك النوضة اللي نتنظس بالسرع و عندها تشنج عضالي يعني يدى و رجلا ما كتشنج يعني احاقة دبا ما كتتحرك موالو هاي معوطة صبح كنجين بدلا بانيا الحاشة كنوزة خشبة 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 في حل في حد كل محمل واقفت هناك تقلبوك ترجعوا يعني ما كنقدر لن بدلا تحاجة و رجلا عمينها و الدعم لنا ها بتصور انتم ما كتشوفوا كفش صراحة للآمل في سيد يا ربي ولكن في القلب ديالي كنحس بي أنه مشا مشا أنا من اللي سمعت هاد الخبار هادا عيطت لي سيدا ديالي يعني تخلعت يعني ما عرفتش انو غادي ندير مشيت على وجه السرع يعني ركبت في التاكسي و طلعت من اللي وصلت من اللي وصلت نصبيطر ديال محمد السادس اللي فرنكون فالقيت سيارة ديال الاسعاف ديك اللحظة خارجة يعني بالبنت ديالي والسيدة ديالي قلت معاهم في القدام فهما مشاوا أنا تبعتهم يا هديك تبعتهم بهدي وصلت نصبيطر ديال ثانية درمل ما خلوناش ندخلو ديك الساعة يعني يعني حتى دخلو البنت الانعاش وهذا وعوطوها كده الى اخرى قاعد ندخلونا هنا اياه فمن اللي دخلونا يعني البنت مع دلا صويرو كده والامور دياله كيف كتعرفو يعني المسائل اللي هي اولية في الانعاش فاسق سيطنا الطبيب و قلت لهو ديالطبيب هذا بسانية درمل و قلت لهو ديالبنت هذي واش كتنفس الراسة ولا شي حاجة فالجاوب اللي غي يجاوبني ديك اللحظة هو وقال لي ان هذي البنت هذي راه ما كتنفسش يعني هذا تنفس طيناعي فضربت كندن وقيلة سيمانا ولا شنو ديك الشي ففتحت عينا اللحظة اللي فتحت عينا عيطونا وقالونا بان البنت ديالكم راه فتحت عينا وهذا يعني احمدنا الله واشكرنا وطلعنا يعني بسرعة باش نشوفوا هذي البنت هذي فام اللي وصلنا ودخلنا نلقينا عاش باش نشوفوا هذي البنت هذي نعم الاخوان كان تفاجأوا بان هذي البنت هذي ما كتشوف محتشي حاجة هذي هذي كتشفنا بان شوف ما كتشوفشي وانا اول كلمة خرجت مني وقلت المادم ديالي بان البنت هذي يعني فاقت وفاقت هذي الفيقة هذي ماشي نورمال لانا كنهدر معها والو كندوز هيدا بيدي على العين دياله والو فما كتشوف ما كتسمع محتشي حاجة مشينا عند الناس وانصحونا وكادا كل واحد شنو كيقول كدير لان الاخوان انتم ما كتعرفوا الانسان يعني بوبري دروي شو هذا وغادي يوقع له هذي الحالة هذي هذي المشكلة هذي فاكيدوا شوية ما كعرف لان دمني يمشي ولا مع مني هذار ولا كذا ولا هذي فادينا هذي التقرير هذا وهبطنا نرينكون في نوقعة الواقعة اول مرة اعطونا تقرير اللي هو ديالهم نعم الاخوان ولو عنا جوجت تقارير فاجمعنا هذي التقارير مع بعطيتهم ودرنا واحد شكاية يعني هذي اللي وقعنا وحكينا فيها هذي المشكلة اللي وقعنا وديال البنت وهذا فانصحونا وقالونا بانا هذو الناس اللي انصحونا وقالو بانا هذي تمشيوا من الاحسن مشوا اعطيوا هذي شكاية هذي النائب وكيد الماليك في الولاية في تيطوان فهذا الشي هذا اللي عملنا مشينا عندنا نائب وكيد الماليك وعطينا هذي الشكاية هذي فتمت بالرفض يعني نائب وكيد الماليك قلنا ما كنش جاري ما هنا عندكم في هذي الشكاية هذي فاكتفينا بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ومشينا بحالنا بقي يطلق امورك على حالها ما يقارب المدة ديال 28 يوم نعم الاخوان خرجنا في بعض المنابر اعلامية خرجنا في الفيسبوك في وسائل التواصل الاجتماعي جاءوا عندنا ذك نعم الاخوان ذك اللجنة ديال الدفاع لحوق عصبة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان المكتب الاقليمي تيطوان مارتين الفنيدق المضيق هذي الاخوان هذو جزاوم الله وخيرا داروا معانا بعد الوقافات اعملنا واحد الوقفة احدى سبيطار ديال محمد السادس اللي جات في الرينكون في اندرت له العملية اول مرة اعملنا واحد الوقفة هنا في مدينة الفنيدق نعم الاخوان وعملنا واحد ندوة صحفية في الرباط هادشي هذا كله باش نوصله الرسالة ديالنا نسيد الوزير ديال الصحة باش يعرف هادشي هذا اللي يقع في بنتي سلمة فتستجبت الدعوة ديالنا من طرف وزير الصحة فيعني صيفة واحد الاجتماع باش تحقق في هذا الميلة في هذا ديال بنتي سلمة نعم الاخوان من بعد مدى ستها 28 يوم اه فجأت هاد الجنة هادي وعيتونا وطلقناهم في سبيطار ديال السانية درمل يعني فين كتوجد بنتي حاليا اهضرنا مع هاد الجنة هادي وتحورنا معهم وقلنا لهم كيفاش وعلاش سباب وهذا فقالونا هادشي على الجنة احنايا باش غدين حققوه ان شاء الله في هذا الميلة في هذا وهذا الميلة في هذا ديالكم حاليا دابرة في سيد الوزير اه نعم الاخوان اهضرنا مع هاد الجنة وقلنا لهم ادي هاد البنت هذي من ناحية العلاج ديالoh حنا اباح حاليا كنزوسيو على العلاج ديالoh واش كينشي علاجنا هذه بنت هذي احنا اهضرنا معهم واسقصيناهم هاد السؤال هذا اقول لهم هاد البنت هذي واش ممكن لا تتضيوها ان شي بلاص اخرى للتعالج يعني كينشي قنت هاي داي اللي ممكن تتعالج بها فالجواب اللي يجاوبون فيه هو أن هذه البنت هذي بحال بحال العلاج دياله فيما مشيته بحال بحال بهذا المفهوم هذا فأحنا فهمنا من هذه القضية بأن هذه البنت هذي رأى ما عندهش العلاج يعني في أي بلاصة مشت هذه البنت هذي رأى ما عندهش العلاج نعم الإخوان هذا العلاج وهذا الميل فادع اللي هو في سيد الوزير فما زال ما شفنا منه احتشي نتجة إيجابية ما شفنا حتى شي علاج اللي هو يعني على أرض الواقع البنت ديالنا بقى هي هي بقى مصابة بالشلل دماغها لا يعمل السمع لا يعمل البصر لا يعمل فاقدة اللي حواستيها كاملة يعني ملأة حتى تنزد البنت بقى فيها القلب والتنفس فقط نعم الإخوان ما أعطونا حتى شي باصيس أمل يعني في العلاج ديالبنتي سلماء يعني ما أعطونا حتى شي حاجة لحد الآن يعني رأي يتم جتة هميدة خشبة منزلة حنا كنستنون الرد ديال سيد الوزير في تحقيق في هذه القضية هذه فيعني هذه الجارمة هذه اللي وقعت فيها وفي بنتي رأي أطرت فينا بزاف الواحد درجة أن أننا نحن حتى الماكلة ما بقينا لك ناكله ولكن نشربه بحال عباد الله هذه المدة ديال شهر وإحنا شهر وزيادة وإحنا مرفوعين يعني فرصنا غي البنت ديالنا يعني هذه البنت هذي كانت جاء معنا بزاف وهي اللي كانت مسكينة كنت كانت صخراه وعندي معها بعض القيصاص بعض المواقف للدرجة أنه كانت تجي عندي الخدمة ديالي كتجيب لي أن تغدى عندي معها عندي معها أشغالي نقول لكم الإخوان ما قداش نوصف لكم الحب ديالي لهذه البنت هذي ديالي نعم الإخوان صارحة كتما عمر عني ندر والله القصم أنا كثرت على الدر ما بقيتش كان قدر يعني ندخلي إلى وهذه والله القصم دا بعد وربي ما يسمح لي دا بعد مشيس كنبقاش على الكرة دا بعد كان ندره لهم على الكرة قطلما أي درع طوالي نمشي لي له ما أخطني شيء إنجرس هنا يا صارحة البارح خملت لذي الكوزينة وكان جمعات طبلية ديال اللي كانت تخسلي بهذه القشوع كي عجبت نوت تخسلي ديك قشوع مما نخصت لك أنا من سيبزة سيبزة ديال الحاجة تدابعة تقسيت وقطلوا أي در فيما كان أعطيني نسكون فيها نخرجها منها الدر غر تحشو في أي بلاصة أنا أنا كتر أنا كديني نعس كان نعاس كان نسمعاشي وحد مشيت الرجل كيرجعني من الباب قلت له لا سلمك تعيط لنوت كنجري مش مشلبي وقالي لا أرى مشي سلمة هذا آخر تقرير نهائي اللي أعطونا ديال سانية درمي هذا أفوتوكوبي نعمل إخوان هذا تقرير نهائي ديال سانية درمي صافي إعاقة العيلة لا تشوف ما تسماع مشلول تحجر رأس ديال مشتوزو تبوسو رأس هيدا مرة مشلول مشلول الأرض صافي مشيت نار خصلت لشعار ديال وهذه مدرك نكمل كانت اختيها الزيتني السكر تحلي مرة القلب يزد 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 صافي أنا قلت عن مشي اختيها الزيتني كتجري دغيا هذي الكورسي تم سعفوني دغيا اختي توكلني ما كان قدر نشوف ديال المانضر تشي حاجة ما تخضعت علاج علاج عملوه تشي حاجة يعني البنت المخذية ميت راس ديال ميت مكين تشي حاجة تشي كوراية البيضاء كمين الميت في راس ديال أنا كنت نشوف وزير الصحة من اللي جاء وشاف العيلة وطمن عليهم شاف حاله عرفت بأن بنتي ما عند أمل كره كان عند الأمل كره ما يخلي شي تم ولو دقيقة جاء نهار كامل وكنت معهم تم وشاف وعيط وطلعنا 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 واشتي معهم ومشوف حالهم كان 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 خطيرا وغير الزواء كره الزواء تم تم لم يطلعو ونشوف ها صافي ومشوف حالهم يعني العيلة لا لدي آمل لا عيش فالحيات قتلوا لأمل وقتلوا لأحيات وقتلوا لأسلة ومعا كل شي ما بقى عندها كل شي أنا قتل لكفه ما مشيت نتحكر أنا البارة مشيت صغان جادي البحار كان الرجل يسألي بقيت كيبو وحدي مع البحر كان قول شوف العائلة كيف كان تكتعو محدا هنا وصافي ده بس لتلحالة يعني الحياة ديال مشاهد لا تقدر لا تلعيب لا تشوف صحابات 13 صحابات كيبكيوا كيبكيوا مع البيض كي يشوفوني كيبكيوا خاص صباح عنده كيبوس وكيقول صاف يسلم دابطنو 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 صخان عتبش حتى أنا كان كما فيها غصخان وكان بغيش نشرح حلو